موسيقى 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 أنا مسؤول عن حزب اللي أضرع لمواقف فيما يتعلقوا بهذه القضية ولذلك نعتبر أن المقاطعة شكل من أشكال الحواري بين مكونات المجتمع حتى الاحتجاج عندما يخرج المواطنين في وقفات الاحتجاجية أو مسيرة يشكلون الأشكال الحواري ونحمد الله أننا نتحاور في هذا الوطن ونبدأ في الأشكال التي تجعلنا نستمع لبعضنا البعض ولذلك بدون مزايدات بدون مزايدات لا هذا الكعدة ولا هذا على العكس هذه المقاطعة بالأشكال ليس مقاطعة شعب هذه تعبيرات مختلفة داخل الشعب عندما يتعلق الأمر بمواد الأساسية ربما مقاطعة هي بداية لطرح السؤال الحقيقي والإشكال الحقيقي في مجتمع المقاطعة المقاطعة هي انطلاق لبعث إشارات قوية أن هناك خلل ما فيما يتعلق بتوزيع التروة في بلده هذا الخلل علينا جميعا أن نتداول بشنين الخلل لا يمس هذه المادة دون أن يمس أخواتها فإنما نتحدث عن الماء يجب أن نتحدث عن منابع الماء أينما كانت وكيف يتم استغلالها ومن له الحق فيه واش بحاله بحال ما يتكون في القوانين يعني التروات التي تحت الأرض هي تروات للمجتمعين وللأمة برمتها تدبرها من خلال قوانين وها ما هي التي فوق الأرض التي يملكها الإنسان لا حتى التي تحت الأرض منابع المياه هل يمكن أن تعتبر من هذه التروات التي يجب أن نتداول بشأنها مما يمكن من تحقيق الإنصاف أو نخليه لحال على ما هو عليه نفس الشيء بالنسبة المنافسة والتحرير أي وطيب عرضنا التحرير كان لنا رأيه في الموضوع اليوم بعد تطورات التي عرفتها القضية لا يدعو هذا ليس إلى إلغاء التحرير إلى تقنين تقنيني هذا الأمر بما يضمن عدم تضرور القدرة الشرائية للمواطنين لأن تحرير البترول يمس كل الحاجيات للمواطن في الغداء في الملبس في كل كل شيء لأن نقل ليس إنسان فقط نقل كذلك المعدات والأدوات والحاجات اليومي للمواطنين التي تجعل الوفرة موجودة ولذلك أنا أعتقد أن النقاش والحوار الذي كان حول الموضوع والنقاش صحي ولا شكة سيؤدي والذي إحنا احتحنا داخل الأغلبية طرحنا السيد رئيس الحكومة شخصياً من أجل الدعوة لاجتماع قيادة الأغلبية للتداول في الأمور مؤسسة شرعية بدورها قامت بدورها وتناقش الأمور أنها الوصف الحقيقي لما يجري في بلد نعطيته نمع المقاطعة التي تحرك الحوار وتطرح القضايا الحقيقية ذي المواطنين للنقاش ونمع كذلك الحكومة التي تنصت مثلاً أن البلاغ الصادر عن الحكومة تم يتعلق بالمقاطعة والمقاطعة 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 لدينا متحفظ وعبرت عن ذلك كنت أعتقد أن البلاغ الذي يصدر هو البلاغ الذي يطمئن وهو ما تداركه رئيس الحكومة فيما سميته بالاعتدار نعتقد نحن ننبه بعضنا بعضاً ومما لا أشك فيه أننا سنتجاوز وتصبح هذا الأمر كسحابة في صيف وما تؤدي إن شاء الله إلا إلى الحوار الجدي الذي سيعمل على جزء الأشياء أولاً مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين التي تتمس ثانياً ندفع بالمؤسسات من أن تلعب دورها كاملاً فهذا الإطار مجلس المنافسة والتحرك اللقص والآلية اللقصة تكون عنده كده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر